الانتصار على داعش كان هدية من الحجد الشعبي للشعب العراقي بعد ان كان تحقيقه ضربا من الخيال وللحفاظ على هذا الانجاز انبثق مؤتمر حجد العتبات المقدس الاول الذي ضم فرقتين الامام علي عليه السلام والعباس عليه السلام القتالية ولوائي علي الاكبر عليه السلام وانصار المرجعية لتختتم فعاليات هذا المؤتمر بالخروج بعدة توصيات مهمة تصب في مصلحة تصحيح المسار في الدولة العراقية هناك عدة رسائل قدمتها او قدمها المؤتمر الرسالة الاولية هي طمئنة لشعب العراقي نتيجة للخرقات التي حصلت في الايام القليلة الماضية ان هذه القوات قوات العتبات حاضرة ومتواجدة وسيكون لها دور فعال واساس كما كان في الدفاع عن البلد تجاه العدو الداعشي سيكون لها دور ايضا في الدفاع عن حياض البلد وامن مواطني كذلك كانت هناك رسالة ايضا اننا نلتزم نستمر بالالتزام حرفيا بفتوى السيد السستاني وتعليماته وتوجيهاته ووصاياه من خلال وكيليه المباركين المؤتمر الذي عقد تحت شعار حجد العتبات حاضنة الفتوى وبنات الدولة كان هدفه ايصال رسالة واضحة للعالم اجمع مفادها ان حجد العتبات الذي لبى فتوى المرجعية الدينية العليا هو حاضر في كل وقت كقوة ساندة مع القوات الامنية لحماية العراق ومقدساته ثمان نقاط هي مسار عمل لهذه التشكيلات ونحن من الايام الاولى التزمنا بهذه الاوامر والتوجيهات وما زلنا ملتزمين ومستمرين من اجل بناء دولة نحن حاضنة الفتوى والتزمنا بالفتوى وطبقنا الفتوى وهناك عبارة اقولها للعلام الجميع لبوا الفتوى ولكن لم يلتزموا بالفتوى بل هناك من التزم بالفتوى من اجل مكاسب سياسية او حزبية وما شابه ذلك هذه التشكيلات قالت على انفسها ان تكون ملتزمة ومجاهدة ومقاتلة واليوم كان هو كلمة الفصل عبر مؤتمر لمدة 72 ساعة ونقاط ثمانية هي دليل عمل ومسار عمل لهذه التشكيلات حجد العتبات بكل تشكيلاته ولد من رحم العتبات المقدسة وانصار المرجعية الدينية العليا في النجف الاشرف ملبين فتوى مرجعهم الاعلى التي كانت الركيزة الاساسية لتطهير ارض العراق من دانيس داعش اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة